اشتركوا في القناة والحلقة الأولى بالإجابة عن الشبهة القائلة بأن من قتل الإمام الحسين هو شيعته أو من خذله هو شيعته وذكرنا أنه يزيد بن معاوية هو الخليفة وخلافته خلافة لا تعتبر خلافة شيعية نحن الآن لا نريد أن ندخل في إحراجات لكن الشبهات التي تطرح لا تأتينا من أديان أخرى بل تطرح من مذهب آخر فهو محسوب على الطرف الآخر وهو امتداد لخلافة معاوية وهم إلى الآن يقدسون معاوية بشكل رسمي ويعتبرونه خليفة وملك وأمير شرعي عندهم لا يعترضون على خلافة معاوية ولا على إمارته ويزيد إنما تنصب بأمر من معاوية وأخذ البيعة بالقبول من عموم المسلمين ممنهم على هذا المذهب أو بالإكراه على بقية المذاهب والمخالفين لهم هذا بالنسبة إلى يزيد ويزيد كان يتولى الأمر بشكل رسمي يعني هذا من قبيل القول بأن هناك معركة تجري وخرج الآلاف من الجيش التابع لهذه الدولة ومنذ أشهر يهيئون لمعركة بآلاف مؤلفة من الجيش والرئيس والخليفة ما لعلاقة كلام تافه بتفاهة عقول هؤلاء القائلين بهذا القول عبيد الله بن زياد الذي هو الوالي على البصرة وعلى الكوفة إنما كان والياً في ذلك الظرف الطال الحساس بالنسبة إلى الخلافة الأموية لخلافة يزيد فنصبوه بعد أن علموا بأن الإمام الحسين عليه السلام متوجه إلى الكوفة نصبوه على الكوفة ورفضوا أن يتولى الأمرة في الكوفة أمير ضعيف أو أمير لا يأخذ مباشرة بالقتل كما في الأمير السابق أرادوا أميراً ليس في قلبه رحمة قاسي حازم حاسم يده والسيف والقتل كما في عبيد الله بن زياد هذا القائد الثاني بعد يزيد تعال إلى الشمر بن الجوشن عمر بن سعد عمر بن سعد بن أبي وقاص وكان في وقتها قائداً لجيش مكون من أربعة آلاف مقاتل وهذا إذا أريد أن أدخل في ذكر المصادر ستكون الحلقة مطولة أي واحد يستطيع أن يرجع إلى المصادر ويتأكد من ذلك أربعة آلاف هم جيش أموي وكانوا قسم كبير منهم شاميون مصريون غيرها فهو يعني جيش متواصل في القيام بالعمليات العسكرية لصالح الدولة الأموية قائده عمر بن سعد بن أبي وقاص أيضاً واضح أنه ليس من شيعة أهل البيت ولا يمت لأهل البيت بأي صلة تعال إلى بقية القادة شبث بن ربعي شبث بن ربعي ليس من شيعة أهل البيت أما القول بأنه كان مع الإمام علي في معركة صفين هذا لا يثبت شيعيته وإلا على كلامكم سوف يثبت شيعية الألوف الألوف من التابعين الذين قاتلوا مع الإمام علي في معركة صفين ويثبت الألوف المئات من الصحابة الذين قاتلوا مع الإمام علي في معركة صفين وهكذا غيره يعني كان هناك عشرات الآلاف ممن قاتل مع الإمام علي فإذا كان كل هؤلاء شيعة بحسب زعمكم فهذا يدل على أنه في القرن الأول الشيعة أعداد كبيرة وأنه الإمام علي عليه السلام حينما تولى الخلافة تولاها بمفهوم شيعي وهذا أنتم أنفسكم لا تقبلوه إذا جئنا إلى بقية القيادات الميدانية أيضا لا يوجد فيهم أي قائد على الإطلاق أي قائد ممن يعرف بقيادة لجناح اليمين لجناح اليسار للقلب بقية الفصائل المكونات التي يتكون منها جيش بني أمية وجيش عمر بن سعد ليس فيهم أحد من شيعة أهل البيت عليهم السلام حتى تنسبوا هذا الأمر لهم بل بناء على هذا يصح لنا أن نقول أن هؤلاء واضحوا الانتساب للخلافة الأموية التي هي خلافة معاوية وأنتم تؤمنون بمعاوية خليفة شرعي وتترضون عليه فكل التابعين لهذه الخلافة هم سوف يصبحون من مذهب معين لا علاقة له بالشيعة اشتركوا في القناة